الآن لو ظهر الإمام عليه الصلاة والسلام يقتلونه من ثاني لحظة ثاني يوم يقتله آل سعود سيرضون عن هذا الإمام سيتركونه يعني مثلا يتصرف بحرية هو المفروض أن يبايع له أين بين الركن والمقام في مكة المكرمة آل سعود يعني رح يقعدون يتفرجون على هذا لو يقتلونه فورا إذن لابد من تهيئة الأجواء أولا لابد أن تكون مكة المكرمة حرة على الأقل فيها نسبة من الحرية بحيث تسمح لهذا الإمام أن يظهر هناك دون أن يكون عليه بأس هو بالإمكان أن يقع كل ذلك بالمعجزة لكن الله عز وجل إنما كلفنا نحن نحن المسلمون نحن لدينا واجب تجاه إمامنا وولينا هذا هو المطلوب وإلا إذا الله عز وجل يريد كل شيء أن يحسمه بالمعجزة كان حسم أمر النبي صلى الله عليه وآله بالمعجزة من أول يوم ما حسم أمره بالمعاجز من أول يوم بمعنى المعجزة التي تقهر أعداءه النبي ما كان مضطر لمحاربة أعداءه حرب قتالية طبيعية كان يقع شيء من المعاجز نعم لكن ما كان هذا الأمر يمنع التكليف المسلمون مكلفون بحماية نبيهم وبالالتفاف حوله ومقارعة الطغاة هذا تكليف المسلمين كذلك المسلمون اليوم مكلفون بحماية إمامهم ومقارعة الطغاة مكلفون بتمهيد السبيل له بأن نبايعه الشعوب لازم تخرج كلها عن بكرة أبياء وتقول الشعب يريد ظهور الإمام الله عز وجل يظهر الإمام صلوات الله عليه إذا رأى منا سلامة النية وحسنها مسألة واضحة